موسيقى مشاهدين أهلا بكم في النشرة الاقتصادية أجرى المدير والعم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي يوم أمس مباحثات مع السفير لطالب المغرب أرماندو وبحسب بلاغ للمكتب فقد تمحورت هذه المباحثات حول فرص وفاق التعاون وكذا تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في قطاع الكهرباء والماء الصالح للشرب وخلال هذا اللقاء صلت السيد الحافظ الضوء على الأهمية التي يوليها المغرب في ظل القيادة المستنرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتطوير قطاعي الماء والكهرباء مستعرضا لاستراتيجيات التي أطلقتها المملكة المغربية لتنمية هذين القطاعين وكذلك المشاريع الهيكلية الرئيسية قيد التطوير والتي تتيح إمكانيات التعاون خاصة محطات تحلية المياه وبطاريات التخزين واسع النطاق الضرورية لدعم الإدماج الفعلي للطاقات المتجددة وتقنية نقل الطاقة الكهربائية ومن جهته أشهد سفير الإيطالي بالإنجازات المهمة التي حققها المغرب فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية والماء كما شدد على خبرات الشركات الإيطالية في هذه المجالات ومدى اهتمامها بالمغرب ما يسفر استقرار شركات إيطالية كبرى في المغرب حقق قطاع سياحة الوطن يداءا جيدا سواء من حيث عدد السياح الوافدين أو نسبة المداخيل في الوقت الذي تعمل السياحة العالمية جاهدة لاستعادة مستويات ما قبل الأزمة بلاغ لوزارة سياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أوضح أن المغرب استقبل مليوني سائح فاصل التسعة في نهاية مارس 2023 أي بزيادة 17% مقارنة بالفترة نفسها من 2019 فيما وصلت العائدات إلى رقم قياسي بلاغ 25 مليار درهم أي بزيادة 51% مقارنة بسنة 2019 هذا وأكدت أو أكدت وزيرة السياحة فاطمة الزهر عمور أن بلادنا اتخذت القرارات الصحيحة في الوقت المناسب تراجع تسعار النفط اليوم على درب رابع خفاض أسبوعي لها إذ جددت المخاوف الاقتصادية في الولايات المتحدة والصين المخاوف بشأن نمو الطلب على الوقود في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم هذا ونزلت العقود الأجلة لخام برينت ب37 سنة إلى 74 دولار للبرميل فصل واحد وست بينما هبطت العقود الأجلة للخام الأمريكي ب30 سنة إلى 70 دولار فصل 57 تتجه اليوم أسعار الذهب للانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي متأثرة بارتفاع عوائد السندات والدولار لكن المعدن الأصفر ظل فوق المستوى الرئيس البالغ 2000 دولار وسط توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في نهاية العام هذا وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بـ 0.6 إلى 2003 دولار للأوقية فصل 0.8 متراجعا بـ 0.7 خلال أسبوع كما نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بـ 0.7 إلى 2006 دولارات فصل 60 نهاية النشرة لاقتصادية لليوم مشاهدين نشكر لكم طيب المتابعة في أمان الله أفضح